شهر بس كرمك الله الله يكرمك ويطول أجلك ويجل من اسمه ويا الله يا الله أنها بالعافية يا الحاتمي بالعافية 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 الحمد لله رب العامي شكر الله سألنا سؤال قدام الله نروح نفطر وعيد السؤال هذا نبدأ من عندك يا ابو علي اتفقنا في المجموعة دي كلها على مدح الكريم وأن الكرم صفاه يحبها الله ورسوله ويندب إليها الدين ويندبون إليها الرجال اللي فيهم خير شرواكم لكن فيه هناك بعض الصور السلبية اللي تأثر على صفة الكرم وتؤثر حتى على الكريمين واستغلها بعض البخلاء يسبوهم بها الكرم مثل التبذير وتطرق له بجاة ودنا تعطينا بعض الصور أو المبالغة أو الكرم في غير محلها ودنا تعطينا رأيك وش الصور اللي ترى أن أنت ما هم الكرم أصلا نحن على الهواء نعم هجل وش حن عليه لا أنا قلت يمكننا باقي على العموم الله يسعد صباحكم ومسائكم لا نحن على الهواء على طول ما قطعه ولا باب يقطعونه أني أنا كنت أطبخناك وعماني الدخان حق لا لا الصوت يمكن قصلك أنها منول كان الصوت الأفطرنا يوقفونه لكن قلنا لهم العاد يوقفونه أي طبي الواقعية حسنا أصلا خيركم في الإسلام خيركم في الجهلية خيركم في الإسلام أصلا أن الطيب يكون رابع مع الشخص واللي رأي الكرم معروف واللي يخاف الله معروف فاللي إنسان إذا قدم خافة الله عرف الشيش اللي يقدم للضيف وعرف الشي يعطيه واجبة عطنا صورة سلبية يا أبو علي الصورة السلبية وحدة كل واحد يعطيناه صورة يرى أنها سلبية السلبية اللي يحط لي طعام عشرة وهما عندها لضيف واحد أهل إسراف الإسراف والمبالغة والمبالغة ثم جاوغة والله ما هو قدركم والله ما هو قدركم ويحلب بالله العلي العظيم هذه سلبية منبوذة لا تحرف بالله يا أخي إذا قدمت الطعام للضيف فالله أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أطيب مننا ومنك وقدوتنا يقول ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم عشان قدم لهم صخلة صغيرة وعذق من التمر صدقت فهذا خص له مذموم أقول الحمد لله والحقيقة إن أختصر نواجبكم على قدكم والله يحييكم على الخاطر الطيب بعضهم يقدم طري ينفطح ويقول عذروني على القصور راية قصور غيرك ما لقيوا لقمت اللحم غيرك ما حصل إلا ما شاء الله ولا ما قال له دل ثم قلت لك مخافة الله سبحانه وتعالى أنا يعني أذكر لك واحد من الرجال الأعمال والناس المسؤولين في الدولة وأنا قد قلتها قبل كده وهو أحمد العجرة في الله يصبح حب الخير قد و كان بيزوج ولده وقبل شهرين عنده فرقة ويكتب 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 قلت يا أبو فريد ليش منك تكتب من شهرين قال والله الذي لا إله إلاه أني أخشى من العقوبة وأخشى من عندي تقسير أنه لا أدري كما مضيوف معاري فيه واجد وكده حتى الخرفاء ما أخذناها لم ننقيع من عندكم ويوم وردنا على في العزيمة حصلنا صالة زي هذه مليانة صحون كلها وهو يكتب قال ما هو بخل يا مسلمين أنا بذاتي يوم جاء الزواج والدي شهر كامل ليلي ما هو بليل ونهاري ما هو بناء والذي نفسي بيده أنه أول شيء خوف من الله والثانية خوف منه أقصر على الضيوف كنت أقوم واجلس وكذا ما إشبك والتخاف يحصل تقسير واخذها تعدى على الله منها الموية الحمد لله ما زاد الله الموية خد ستين كرتون دي سبعين بقي منها دلاثي ولذلك وقعودين وثماني الطليان ردوا طليا كانت عشرة واللي اعتذر اعتذر الثلاث فلذلك الحمد لله انتهت والحمد لله الله سبحانه وتعالى أبو علي يقول لا للتبذيء نعم عطنا صورة ترى أنها موجودة وهي سلبية والله يا أخي الصورة أول شيء اختر صورة واحدة ايه أول شيء التبذير أنه يعانا في كتاب تبذير خلاص انتهنا مننا بغيره واللي يعمل الآن في أغلب راح المناسبات يدخل في التبذير اللي هو الآن يجيك ثلاثة ولا أربعة وتذبح لهم قعود هذا هو راس التبذير يا أخي الواجب والكرم أنك تكرم بما تستطيع بما تجد بس يا أخواني دقيقة يذبح قعود يمكن الرجل اللي جاه يستاحل والقعود هذا بنادي عليه جماعةه وجيرانه بيأكلونه ما نبغى نحرق على الي يذبحوا البعدان بسكة العام لا لا أنا بقولك ايه ولا أن الناس يفهمون غلط أنا بقولك شيء أنا أنا أنت قصدك مثلاً إذا ما فيه إلا ثلاثة أشخاص فقط أنا كلامي أنه يذهب الكرم من الكرم إلى التبذير التبذير جاء بابو علي نبغى صورة ثانية غير أبو جاء نبغى كل واحد يجيب لنا صورة صورة مثل ويش يعني صورة ترى أنها سلبية ترى هالآن خاصة ليمذي في مناسبات وزواجات وكذا ترى أن في صورة الناس تحسب أنها من الكرم وهم من الكرم قال أبو علي التبذير والمبالغة التبذير هو كله ما فيه صورة غير هو يا كرم يا تبذير ما يجي غير هاشي ويش يجي غير صورة هي أبو سعود تراها أبو بجاد اتفق مع أبو علي على التبذير لا للتبذير أيضاً يقول أبو بجاد يعني ما له ضابط معين ما نربطه بارك الله فيك رجال نحط ثلاثة طليان ولا حط قعود التبذير له مسمى آخر أن هذا الأكل اللي بيحطه هذا المعذب هل هو بيحفظ هل هو بيؤكل هو أبخص الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه عزم في وليمة فيما يروى عنه صحيح فلما أكل بقى في السفرة في محله يعني شيء من بقايا الطعام فشرع الشيخ في أكله قام يأكل اللي في السفرة قال المعذب يا شيخ أكل منه دع ترك اللي في السفرة قال هذا أنا مسؤول عنه أما هذا أنت المسؤول عنه الله فحنا ما تحرج على الناس ويقول أنت ليش حطيت كذا وليش حطيت كذا هو المسؤول عنه لكن نقول ولا تبذر إن الله لا يحب المسرفين ولا تسرفون الله لا يحب المسرفين الصورة السلبية اللي أبغى تكلم عنها هو تصوير الضيفة لما بارك الله فيك يجي عندك ضيوف وتسوي لهم كرامة ثقم تصور ضيفتهم سأنك تحرج عليهم تقول أنا سويت لك ضيفة وشاهد الله وملائكة وعبرت عرجة والناس يجمعين عليك ولا مقطع السلبة سوينا حلقة في بيت الحكمة عن الموضوع هذا وانقسموا الضيف وانقسموا المشاهدين في الأراء فأبغاك تحدد يا أبو سعودي إذا سمحتني هل أن تقصد تصوير الضيف والوفود الواصلة ولا قصدك تصوير الطعام والسفرة والله أنا أقصد الإثنتين لا تصور الطعام ولا تصور الضيف السلبية في تصوير الطعام لأنه قد يراها إنسان ما يستطيع أن يحط الليل تحطيته صحيح يشوفها فقير يشوفها مسكين يشوفها ضعيف يشوفها كذا لابد من مراعاة خواطر الناس وجبر الخواطر على الله سبحانه وتعالى صحيح وجبر الخواطر هذا عباقة أتبذت معك في تصوير الطعام نعم أيضا تصوير الضيوف كأنك تشهد عليهم تراني ذابح لك طليجي اشهدوا يا رياجير اشهدوا يا بسلمين اشهدوا يا من حضر أني ذابح له طلي ولا ذابح له طلي ما يصير الكلام هذه مذهب صور الضيوف مذهب يقول سعود لقيت عند بعض الناس تدخل في بعض العوايد لقيت يجي على المكروفون يقول الله يحييكم وظيفتكم كذا كذا ويعلم يقول مثلا قعود وخمسة طليان ترىها مذهب صارت مذهب عند أو عرف عند بعض القبائل شوف إذا كانت سلم من السلوم حنا ما نعترض على سلوم الناس لأن لها مؤطيات هولها خلفيات هم أبخص بالسلوم إذن أنترى السلبية التصوير التصوير أنا أيدك في جهاي يا أبو أسعود واختلف معك إذا سمحت لي نعم أيدك في عدم تصوير الأكل والموايد وبشرك في حساباتي نادر يمكن ما تلقى أني قد صورت الحمد لله لكن أما تصوير الضيوف أنا جاني مثلا لا لا عفوا يا أبو عبد الله لا تفهمني خطأ أنا ما أقصد الضيوف في مجلسي لا أنا أقصد الضيوف على ضيفتهم على الكرام ولا أنا صح أنا أصور ضيوفي أنا إذا جاني لمثلك وشروع لا ترى فهمنا كلنا قصد الضيوف لا 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 تفهمون عفوا لا لا أنا بالنسبة للضيوف أنا لما يجيني ريجين الحواتنغان ما شروع أتشرف بهم وشروع من عندي يصورهم وعتز ونزلهم في حساباتي وانت تعرف الكلام دا حسنت حسنت لكن أنا أقصد أنك تصوره على وليمته على الصحن أي بعض الناس يصور الضيوفة ما بعد قلطه والضيوف هذا اللي أنا فهمته صحيح لا تصور الضيوفة ما عليها أحد ولا تصور الضيوفة والضيوف عليها أنا أيدك في هذا النقطة أيدك أيدك صحيح أيدك في هذا النقطة يا أبو مشبب الربع جابوا الناس البيتين الأولها التبذير والثانية تصوير الطعام إيش تشوف أنت فيه سلبية موجودة تشوف أنها ما لها دخل في الكرب وأن ما لها داعي ترى أنها موجودة اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم يا طويل العمر ما من جهة الرجال اللي يضيف مزاء وذلة شيء ينقص ضيوفه فأسأل الله أنه يعين يخلف عليه ويخلف عليه وما من جهة اللي يضيف يطويل العمر على أساس انظروني أني ضيفت بني فلان وضيفت بني فلان فأسأل الله يتجاوز أنه عنه ويردها للصواب نعم هذا الكلام اللي أنا أقوله وأنا أظن أظن أننا ما يقوم بالولايم الكبار اللي عندها زي ما تقول يعني تكبر مكاظرة نعم مثل اللي يغسل يديه بالورد بالدهن نعم وبالدهن وأشياء هذه الرابع ما هي بالله إنساء الله العفو والعافية الله يلهمهم الصواب ويردهم ويقفين شرهم أما بالنسبة يطويل العمر للرجل اللي يكرم كرم صحيح ودليل على الكرم إن الرجل يطويل العمر الكريم الطيب المتواضع إنه يحاول حتى ضيوفه يهمله ينقلهم من محبته فيهم صدقت ويكرم لله صحا إن شاء الله إن الله ما يواخده وصل الله على الحمد وحسنت أخوي محميد صورة سلبية ترى أنها موجودة الآن وحنا الآن ما دامنا ما دامنا شيدنا هذا المجد وهذا المعلم الكبير والصفة العالية اللي هو الكرم ما نبغى أي شوايب أو شيء يضرها نعم من ما يضر الكرم الآن لو يجاكل بخير ذا الحين يقول ما هي الكرم الكرم تبذير يتهمونهم بالتبذير ويصورون بعض المناسبات اللي فعلا تبذير وأيضا زي ما قال أبو سعود عليها سلم وانت ليتباهون يقوم يصور كم مفتح ذبح ولا كم قعود نحط ولا كم جاف فاقحة ولا مدني منعن ولا داد يبادي هذه كلها الصور ضد الكرم في صورة هل ترى أنت بعينك أنها ضد الكرم أيضا غير الصورتين هذه والله كنت باتكلم عن طريق التصوير وتكلم عنها وهي عادة سيئة في مجتمعنا الآن جدا جدا أنت تتفك مع أبو سعود على تصوير الأكل نعم وضيفك على الأكل وضيفك على السفر لكن ضيفك في المجلس وإستقبال وفود هذا شيء طبيعي هذا طبيعي افتخار بالضيوف هذا نعم نعم تفتخر بالضيوفك لما يجوك الشار واللحواتر الغانم هذي تفتخر فيهم لما تصورهم هم الفين عليك أما لما يجيس على الطعام نعم ويسمي في فئة ما دني تأيدني وأيدوني الربع أنا لاحظا في فئة الآن صارت معروفة يكرمون بس انظيفتهم مقنن أهل أشخاص معينين يعني تلقاها أما يعزم له تاجر ولا يعزم له إعلامي ولا يعزم له واحد الأضواء عليه اللجل يستغل هذه الأضواء وفيه الكرمة اللي شرواكم يضيف لو طرقهم في الشارع ما في جيبه ريال ضيفه وأكرمه أي كان إن قاه فقير وإن قاه غني وإن قاه شيخ وإن قاه رجل عايدي وإن قاه تاجر وإن قاه فقير وإن قاه إعلامي وإن قاه واحد مغبور ولا مشهور تلقى ضيفته وحده وذبيحته وحده ومقامه واحد فهل التراتبية الآن في الضيافة وفي تقديمها للناس ونوعيتها ترى أنها سلبية أكيد تخليك على سجيتك لا تفرق بين الناس إذا كرم كل الله سبحانه وتعالى أما إذا أنك بتميز يعني هذاك ضابط الهترحيم تنغير والهطيف تنغير والبدوي هذا المسكين اللي يمكنه أكرم أكرم منك يمكن ترحب هلا هلا يلا ترحب تم بارده يعني الصورة ذي موجودة تشاهدونها نعم موجودة نعم نعم طيب رأيك يا أبو تخيل في صورة سلبية تشوف أنها ما تصلح في الكرم والله الرابع قالوا لي في فركة هم يعرف مني وأنتو جعل الرابع يطول عماركم لكن أنا أشوف في طوال العمار أن الكرم الطبيعي جيد وفي هناك لا كرموا بذروا وتتشلفوا وخذوا دباي حمزين وخذوا أمور وفي الأخير يكبونها النعمة وهذه نهب جين وأذكركم ناش إن شرواكم يكرمون من قجر الضيوف ومن حجر الزوار ولا خلصوا لسيارة الجمعية عند الباب الله أنا حضرت فعض الرجي يجي منه رجالي شرواكم هو يولده ويدبح لذي ذي حتين ما هو تخريب من كثر جيرانا ومحبينا والرجال نمذركموا شرواكم ولكن لخلص لسيارة الجمعية عند الباب خذه الباقي ولا ينتظر شيء